النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض السمك مشوي في البيت بالطريقة الصحيحة المزبوطة بالتدبيلة المزبوطة بتاعته كمان هنعمله من غير بيعمل ريحة زفارة بس حبا لا لا اقول لكم على حاجة السمك النهاردة سمك سيء ده جاي الهدية فجاي الهدية من مين جاي الهدية من بنات بنت اختي يا جانا وجودي ورفانة انا بشكركوا جدا حبيبي وحبيت بقى النهاردة اللي انا اعمل فيديو واشارك الطريقة دهاردة مع كل حبيبي اللي بيتابعوني فاتمنى دعواتكم كده له هم لسه اطفال زغيرين دعواتكم لهم كده ربنا يحفظهم ويبارك فيه ونشوف مع بعض بقى النهاردة تابعوني كده عشان تشوفوا معي الطريقة المزبوطة الصحيحة لشوي السمك لو انت بتحب الانت تشويه في البيت هدية تشويه بالطريقة الصحيحة المزبوطة من غير بيعابل ريحة زفارة من غير مش عبليق اي ريحة زفارة خالص ايه هو بقى يعني ايه هي بقى الخطوات والاصرار بتاعته؟ فتبعوني كدهوت عشان تشوفوا معي احلى احلى طريقة لشوي السمك بالطريقة المظبوطة الصحيحة. واتمنى حبيبي الاول بالطريقة اعجبتكم ما تنسوش كده تشجعوني وتدعموني باللايك والشير. تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللي في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي. تعالوا بينا كده حبيبي قبل ما نبدأ كده في الطريقة نصلي كده على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام. ونشوف بقى ايه حرامل السمك البارض ازاي. ده كده اتنين كيلو كده من السمك كسماك سيد زي ما ق قلتلكم ما ممكن تجيبي ممكن تجيبي ممكن تجيبي اللي هو الزغير او كبير على حسب ما انت عايز. عايزة شوي صغير عايزة شوي كبير. هي نفس الطريقة النهارده اللي بتاعتعبيريها. اول حاجة عملتها عملت ايه? فتحت البطن السمك كده طلعت اللي جواه. وتخلصت بده ربيته. بعد كده غسلته كويس تحت الحرفية سمكية سمكية. غسلت بطنها كويس لحد ما بقت بيضة كده. وبعد كده هوا. وبعد كده هوا بسيبه بقى السمكة كلها بسيبها زباهية. لا بحك الطبقة اللي عليه. الاشر اللي عليه ولا اي حاجة. كل اللي انا بعمله بفتح بطنه بس. وبطلع اللي جواه. وبعد كده بعد بخسله كويس جدا بجيب شوية مية. وحط فيهم معلقة كبيرة كده من الملح عصير لمونة كبيرة. او يعني ربع يعني ربع فنجل او كده او اقل من الربع. يعني خلي كده لو ما عندي كش يعني عصير لمون. يعني عصير لمونة كبيرة او لمونتين تعصريه في المية. مع معلقة كبيرة من الملح. وتنقع السمك في بس حبة كده هوا. يعني عشر دقائق بس كده هوا. وبعد كده بتشطفيه بمية من الحنفية. دي بس عشان تخلصك بالريحة الزفارة. اللي بيابل ريحة الزفارة. فيه لس كتير بتغلط وبتشوي السمك وهو مقفوق. لغير ما تفتح بطنه. او فده اللي بيسبب ريحة الزفارة. ولما بتيجي بتشوي بيبعمل ريحة وحشة قوي. او في المكان اللي بتي بتشوي فيه. يا. الطريقة دي مش عيبالي ريحة يعني ريحة زفارة خالص. عقاعة شوي. او بس مش عيبالي اي 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 ريحة ريحة زيفر يعني. او بعد كده هوت بيكون معايا رندة. او بتجيبيها بقى بتجيب الرندة. وبعد كده بعد بعد ما باشروا في السمك كويس بسيبوا بس صف ميته. وبعد كده بأجيب الرندة وبفضل اللي انا بحطها في كيسة. وبعد كده باخد السمك كده. يعني بحطه كده في الرندة زي باتوا شايفين. بس اول حاجة بعملها اللي انا بجيب رشة كده من الرندة. وبحطها على الصاج اللي انا ايه حشوة عليه. عشان تحمي بس ايه السمك. دي اول حاجة انت بتعمليها. بعد كده بعد بتغطي السمك كده بالرندة. بتروسي كده هوت بنفس الطريقة. وانا ديوقتي انا حشويه من غير بعمله خلطة جوا السمك ولا اي حاجة فيه. لازم بتحب اللي هي تحط له خلطة جواه. آآ خلطة دي بتبقى عبارة عن ايه? اكدك بتعملي آآ سلطة. آآ طماطم آآ شرائح كده من الطماطم بصل آآ آآ خضرة آآ يعني بتعملي سلطة اكدك بتعملي سلطة عادية خالصة. بس بتيجي في الاخر بتدي لها عصير آآ آآ بتدي لها توقمة. بتدي ملح كمون آآ كده. وبعد كده بتاخدي الخلطة ديت وبتحطيها في كل سمكية بتحطي كده ايه? آآ شوية في بطن كل سمكية. آآ آآ انا احبه النهاردة لانا اشويه من غير ما اعمله ايه خلطة. آآ زي ما انتم شايفين انا ولعت العيني بتجازر اللي هي الشواية. الشواية اللي في النص دي كده عشان اشوي ايه عليها. فآآ عشان اشوي عليها لايه السمكة. فطبعا انا بوزع النار كده زي ما انتم شايفين. نه لحد بس ما تشتغل. آآ على طول. لا. وبعد كده بعد ما اشتغلت هيت. آآ حبدأ بقى ايه كده الشواية اشتغلت معي. آآ حبدأ بقى لانا احط الصاج اهوت اللي انا ايه اللي انا جهزته معاكم دلوقتي. آآ آآ جبنا الصاج رشينا عليه رشة ردة. بعد كده بدأت اللي انا آآ خدت السمك كده وآآ وغطيته كده ديت له طبقة كده بد الردة. وجبت بقى ايه صالية جهزت بقى الصالية. آآ معي برضو المقصوصة عشان ابدأ اللي اطلع اللي اقلب بيها السمك وآآ اطلع كده في الايه الصالية السمك اللي اللي حيتشوي معي. آآ على فكرة آآ بنات آآ بنت اختي فكروني آآ بقى يام زمان اول ما اتجوزت فكنت بشوي السمك في البيت عدي بالطريقة ديت. على فكرة بقى لي سنين ما شويتش سمك في البيت آآ كنت بشري من بره على طوق لا آآ علشان بنتي يعني ما بالدخان وكده آآ يعني عندها حساسية يعني كده فالدكتور كان بريحها من اي ريح الدخان فكنت على طول بقى لي سنين ما شويتش حاجة في البيت. فدي كده لما جاني بقى هدئي السمك دوت فقلت بقى ايه اللي انا قشويه واشارك معاكو بقى الطريقة اللي انا كنت بعملها زمان بقى كده فكنت على طول بشويه بالطريقة ديت. فزا ما انتم شايفين طبعا بقلب في السمك ههوت. آآ لحد ما بياخد لون نا ببدأ اللي انا بقلبه على الجنب التاني آآ علشان ياخد برضو آآ آآ لون فا وطبعا ايه 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 فيه على طول السمكية اللي تخلص اطلحها وابدأ اللي انا آآ آآ اجيب غيرها واحط آآ كده زي ما انتم بس اهم حاجة بتخليهوش يعني اللي هو يغباء جامد. اول ما يوصل معاكي للدرجة الشوية ديت فبتطلعي يعني آآ 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 آ� آآ 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 آ� يعني مش تستني اللي انت تطلعي كل اللي انت حطاه لا اللي يخلص طلعيه. وبعد ما بعد ما تطلعيه ابداقي بقى ايه? اه حطي برضو يعني سمك هيا مكانها فضى كده هو. طلعتي سمكتين طلعتي حاجة. تبدأ اللي انت تحطي برضو ايه? اه في المكان اللي فضى تحط فيه سمك ايه تاني يا? وتقلبي فيه كده يعني ادكي فيه كده على طول باستمرار كده. وانت على طول تقلبي فيه يا? اه زي ما انتم شايفين يعني طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وهقول لكم برضو دي وانا عملا باشوي بقى ايه في السمك التدبيلة اللي احنا ايه هنحتاجها. على فكرة انا مش هعمل التدبيلة معاكم النهاردة. بس اه هقول لكم لها هي فيه فيديو كنت عاملة فيه التدبيلة ومجاهزها معاكم. ما? اه التدبيلة دي كنت بستخدمها بالسمك البلتي. يا? اللي هو المقلي. وطبعا السمك المقلي بعمله في البيت عادي. يا? اه بس اللي كنت بشريه من بره اللي هو المشوي. يا? بس ايه? اه بس ايه? وعشان ايه? فنجي بقى على التدبيلة. التدبيلة كانت اه عبارة عن ايه? اه راستهم كده صغيرة عبارة عن اه 16 فاص. اه وبعد كده قد بنحتاج معلقة كبيرة من الكموم. اه معلقة صغيرة من الكوزبرة الجافة. اه معلقة صغيرة بابريكة. اه معلقة صغيرة فلفل اسمك. ربع معلقة كده صغيرة من الشطة الحمرة. اه لو حب ده تزاودي براحتك. انا مش بحب الحاجة تبقى حرقة جامعة ده. وربع كيلو من الفلفل الرومي. يعني 6 معالق كده. اه كبار من الملح النامي. وربع فنجل من الخل او عصيل لمونة. او خليط بين الاتنين. عصيل لمونتين. وممكن تحطي اه اه يعني اقل بقى من الربع فنجل خل لنص فنجل خل كده هوت. وكده انا شويت السمك كله بنفس الطريقة. بنبدأ بقى اللي احنا نضرب المكونات التدبيلة كلها مع بعضيها. كان لها فيديو موجود في القناة حسب لكم في شاشات اللهاية. اه وبعد كده بحطها في علبة. وبخلها عندي في الفريزة. بستخدمها في السمك الملي. هنا معايا المقلية دي فيها اه معلق كبيرة. من بشر الليمون. بشر الليمون او ممكن تختي اه 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 ا اشر الليمون. لو عندك اشر الليمون في الفريزة ممكن تختي بوك تختي عصيل للمونة ب ا Romec ourselves. او خدت معلق كبيرة من التدبيل اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بقى ايه قد كانت اخر معلقة في العلبة فانا بعمل التدبيلة دي على طول بخليها عندي في الفريزة وكل ما تخلص طبعا انا شاركت الطريقة باعكم وقولت لكم بتتعبلي ازاي ازاي انتوا شوفوها عاملي دخلوا في الفيديو بقى وايه وشوفوها يبقى كده انا حطيت رتل من المية معلقة كبيرة مليانة كده هرمية كده من البشر كنت عاملة باعكم بشر لمونو مخزنة في الفريزة خدت بدلوا معلقة باعلاقة كبيرة مليانة يعني معلقة كبيرة كده هرمية برضو من ايه التدبيلة اللي انا قلت لكم عليها طبعا انا بحطها بس كده دلوقتي المية بس تدفى معي مش عايزها تغلي عايزها تبقى دافية بعد ما تدفى كده هوت وحب دها بقى ايه اللي انا احط بقى فيها السماء وطبعا بتعمل خطوة دي تساعة التقديم على طول ساعة ما تيجي بصوا يا كده خلاص يعني كده المية كده بقت سخنة معي بس مش بتغلي يا زي ما انتم شايفين درجة الدفايان بس يعني ايه اه صبعي اتحبلها يعني شوية يعني مجرد ايه حطيت داية يعني مش اللي هي بتغلي يا فاهمي انا عشان بس السمك ما يتهريش منك لو المية غلط معاك اتلاقي السمك اتهارة اه بتبدأ بقى ايه تحط كده السمك كان عنحطه ايه حبة بحبة واللي تشوي حب ده بقى انا اطلعه في ايه اطلعه اه طبعا اعيد لكم تاني بكونات التدبيلة بكونات التدبيلة اللي انت عتستخدميها عتنفعك عمليها وحطيها في علبة ودخلها الفريزر وعتنفعك في السمك الماشوي عتنفعك في سمك مأدي عتنفعك في كل حاجة اه ربع كيلو من الفلفل الرومي يعني احبت تحطي ارنين تلاتة تلات قرون كده من الفلفل الرومي واتنين شطة براحتك احبت تحطيهم كله فلفل رومي براحتك كراس طوم كده صغيرة او او نص راس كبيرة اللي انا استخدمته كان 16 فص بالطوم كبيرة معلقة كبيرة من الكمون معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة فلفل اسمر ربع معلقة صغيرة من الشطة ست بعالق كبار من الملح ربع فنجال عصير لمونة او خل لا بتضربي بكولات كلها بع بعضها في الكبه بتاع الخلاط عتحط الطوم مع البهارات كلها وعصير اللمون او الخل لا وتضربيه من اول عشان الطومة والفلفل الرومي ينضرب على طول بسرعة وبعد كده او بتضيفي عليهم بقى ايه الملح اخر حاجة وتقليبيه يا عشان ايه الكبه يتمشي معاك ايه على طوق لا وبعد كده او بتضيفي علبة بقى وحطيه فيه ودخل التدبيلة دي في الفريزر يا كل اللي انا اخدته بندها انا مش بحب الطعب بتاعه يبقى حدق جامد هتلاحظوا ان انا خدت معلقة واحدة بس على الرتم الباية اللي انا استخدمته يعني حبه تزودي فممكن يبقى معلقة ونص مش اكتر من كده عشان بقى تبقاش ما يبقاش حدق معاك خالص اه ما يبقاش حدق خالص الناس بقى ايه طبعا بتحطوا بقى انتو التدبيلة بتحطوا يعني من التدبيلة على حسب بقى ايه برحتكم بقى بس انا مش بحب اللي طعمه يبقى حدق جامد اه زب انتو شايفين حبايبي الطريقة سعلى بسيطة ويبانا كده ايه عملت معاكم السمك المشوي اه بالطريقة الصحيحة المزبوطة قلتلكم لو حابين اللي انتو تعملوه كبير سمك بولتي كبير وتشويه اه ممكن حابة اللي انت تعمليه تجيبي سمك بولتي صغير وتعمليه اه تعبليه اه يعني اللي اعجبك عمليه عمليه حبابتي بس كده انا شاركت معاكم الطريقة المزبوطة الصحيحة اه لشوي السمك واتمنى للفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقة النهاردة ودعواتكم كده بقى ايه لبنات بنت اختي وبنت اختي برضو وجوزها دعواتكم له مع جانا وجودي وروفانا فادعولهم كده بالتوفيق كده وربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب اه يعني والنهاردة بقى ايه كان يوم مختلف بالنسبة لي شوي السمك بصراحة لان من الزمان فعلا ما عملتوش فدلوقتي بقى ايه انا فتحت لكم واحدة عشان ايه برغم اللي هو سمك صيد يعني بيبقى سمك صغير بس بصوا يعني ما نشوفش ازاي وانا بشويه ولا ايه حاجة بصوا السمكية طبعا طلعت لكم اللحبة بتاعها بصوا عامل ازاي يعني شويه معاكم بالطريقة المزبوطة الصحيحة اه اتمنى حبيبي اللي انتو تكونوا استفدتوا من النهاردة وشكرا حبيبي للمشاهدة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار قلولي قلولي كده اوت او عايزيني اعمل بعاكم اي وصفة قلولي عليها برضو اه وان شاء الله كده اوت اعمل لكم كل الوصفات اللي انتو عايزينها ان شاء الله اه هتلاقوا برضو عاملة طرق مختلفة للسمك برضو موجودة في قلب القناة اه ان شاء الله كده استفادوا منها السلام عليكم